بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة الراجل ده من شيوخي يا جماعة من شيوخي وفاءً وبرًا لي وفي نفس الوقت يعني الراجل ده أذاق العلمانيين الويلات وأقدمت جعهم من بعد ما الثورة قامت لأنه فضل الله ربنا أتى حجة أتى حجة في الرد عليهم لما كنا لسه مبهوتين بعد الثورة مش فاهمين إيه اللي بيحصل في المعركة الرهيبة دي هما منظمين نفسهم وبيجي لهم مش مهد من المخابرات الأمريكية لحد هنا والتمويل بتاع اللي بيحصل والناس اللي قاعدة على الفيسبوك منظمين وبمرتبات وبيجي لهم كل اللي هما بيعملوا كل ده متنظم إن احنا كنا لسه خارجين من المعتقلات ومن السجن السياسي اللي احنا كنا فيه والسجن الدعوة اللي كنا فيه يعني ربنا سبحانه تعالى قيد لسانه إنه هو يعني يقهر قلوب هؤلاء العلمانيين البشوانس عمون عم الشاحات من الحاجات اللي هيجت يعني قلبي إن يعني الواحد يتكلم في هذه الحلقة عن هذا الأمر إن العلمانيين والليبراليين الوقت هيجننه عشان ما يتسبش ليه؟ لأنهم عارفين إنه هو رأس حربة في مجلس الشعب أنا بنادي إخواني من الإخوان المسلمين إخواننا وأحبابنا وأسزتنا ومشيخنا يعني أحد أسزتنا من الإخوان المسلمين كنت بكلم معاه قريبا وانا يعني على تواصل وحب معهم دائما بفضل الله فبيقول لي أنا أخوك قلت له لا أنت مش أخويا أنت شيخ يعني مش معنى يعني مش هنغمت حد حقه يعني شيوخ الإخوان المسلمين شيوخنا شيوخ السلفين شيوخنا وأحبابنا وقضواتنا فيعني رسالة الإخواننا الإخوان المسلمين باش ما نصعمونا مش هد يعني بعد بكرة الإعادة وإن كان يعني مرشح الإخوان يعني وكل حاجة بنتبع الإخوان بإذن الله سبحة تعالى على صورة رسول الله عزيزة على قلوبنا ولكن يعني لما أستاذ يسري هاني أستاذ دكتور يسري هاني نزل في المنصورة مرضناش ننزل أي حد من السلفين خالص ليه؟ لأن يسري هاني رمز للطهار الإسلامي كله مش رمز للسلفين بس لما أستاذ أقرم الشاعر نزل في برسعيد مرضناش ننزل أي حد من الطهار السلفي قصاده ليه؟ لأن هذه الرموز رموز لنا كلنا وثروات لنا كلنا ما نفرطش فيها أبدا ونحترمها ونقدرها تمام التمام يعني مش هد نصعمونا مش حد رمز من رموزنا نتمنى من إخواننا أن هم يعني إيه؟ يعني ياخدوا قرار فوري مش أن هم يتنزلوه بس أن هم يدعموه بحيث أن احنا يعني نحرق قلوب العلمانيين والمعادين لشرع الله سبحانه وتعالى ويبقى فيه أسود في العرين كده داخل مجلس الشعب ينادوا بشرع الله المعلومة التوصية التانية أنا يعني الفترة اللي فاتت امتنعت تماما عن حضور أي مؤتمرات سياسية تماما إخواننا من مصر كلها اتصلوا عشان أحضر قلت له يا جماعة أنا يعني فضلوا منت الله سبحانه وتعالى ما بين ندوات الجامعات والمدن الجامعية والدروس الدعوية والندوات الدعوية فضلوا منت الله سبحانه وتعالى فعلا أنا ما عنديش وقت أنا محترم الجهاد السياسي اللي انتو فيه ولكن أنا في الجهاد الدعوي من أجل أن يقبل الناس شرع الله الناس لو اطبع عليهم الشرع بحققوا حي الوقتي مش هيقدروا يبلوه ليه لإني لسه القلوب الإيمان ضعيف فأنا خلوني في جهاد مع الدعاء إخواني من الدعاء ومشيخي وأسازتنا من أجل الجهاد لأن يقبل شرع الله وانتو جهدوا لأن يحكم شرع الله وإحنا ندعوكم على قد ما نقدر وجهد الدعاء هو سفلتة لجهد المجاهدين السياسيين فيعني هو ده السبب أنا باعتذر اعتذار علني لجميع إخواننا اللي ما قدرتش أحضر معهم مؤتمرات سياسية والله ما استقلال لهذا الصر والله ما ولكن يعني فعلا هو السبب الأساسي الانشغال ولكن الفترة جاءة إن شاء الله بإذن الله هحاول إن أنا صالح إخواني سواء من النور أو من الأحرار والعدالة لأنهم أحبابي ويعني إيه وأقرب ناس ليه في الدنيا إن شاء الله بإذن الجمعة جاة دايت أنا في تكرنس في مؤتمر تمام حزب النور بإذن الله سبحانه وتعالى الجمعة جاة دايت أنا أخلص الدرس بتاعي في المنصورة الدرس الإسبوعي بإذن الله العيشة وهطلع على طول على ذلك المؤتمر مش بقول طبعا عشان يعني أهل تكرنس يحضروا المؤتمر أنا بقول عشان أقول لي إخواني إن أنا برضو أنا مع المجاهدين السياسيين يعني الناس اللي بتجاهد في الدعوة إلى الله مع إخوانهم في الجهد السياسي ندعمكم ووراكم ولكن والله المشغوليات والله المشغوليات الرهيبة اللي لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى فيعني أنا قلت الأخي من إخواني يعني اللي بتجاهد في العراق يطلع على فلسطين يجاهد ومعك يطلع على العراق وبعك يفلسطين مش هيقدي هنا ولا هنا مش هينفع ناس تجاهد في العراء وناس تجاهد في فلسطين كذلك يا إخواني ولو إخواني من حزب الحرية والعدالة دعوني إلى مؤتمر أنا خدام أنا خدام لكل أخ من إخواني يعني اللي بيجاهدوا الجهد السياسي ولكل أخ من إخواني بينصر شريعة ربنا سبحانه وتعالى الحاجة الأخرانية ما تنسوش بقى أن بكرة تسوعة يوم الحد وبعد بكرة عشورة عشورة يوم بسنة اليوم اللي سيدنا موسى قال وقف قدام البحر وقال إن معي ربي سيهدين إن شاء الله يوم الاثنين بقى يوم الإعداد إن معنا ربنا سبحانه وتعالى مع ربنا مع المجاهدين السياسيين وربنا مع المجاهدين الدعويين ومع المجاهدين التربويين ومع المجاهدين في التنمية ومع المجاهدين في الجهاد بقى والقتال لأعداء الله في كل مكان في الأرض ربنا ينصر دينه يعز أولياءه ما تنسوش يا إخوان إن شاء الله تقومة الصحار بقى عشان بكرة تسوعة وبعد بكرة عشورة بإذن الله سبحانه وتعالى أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولعل ربنا يفتح علي في أقرب فرصة إن شاء الله أعمل سلسلة السلافيون والإخوان في ظل عرش الله لأن الاتنين دول بالذات لو تسمحهم ما فيش طائفة بعد كده في العمل الإسلامي في العالم ما يشهد تتسمح ما يشهد تتسمح بعد كده بإذن الله سبحانه وتعالى اللهم انصر دينك وأعز أوليائك اللهم أذن لدينك أن يسود وأذن لشرعك أن ينتصر وأذن لكتابك أن يحكم اللهم اهدي أهل مصر اللهم أنزل هدايتك على قلوب أهل مصر على قلوب شبابها وفتياتها ورجالها ونسائها وأطفالها اللهم استعملنا ولا تستبدلنا اللهم استخدمنا لنصرة دينك في الأرض اللهم أعننا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك إنك ولي وذلك والقادر عليك سبحانك اللهم بحمدك أشهد ولا إله إلا أنت استغفرك وتبوليك وجزاكم الله خير